السلام عليكم كفي الحال ما كونسر نجا مازلنا معنو نوفيجي في القناة مسلسلة تاريخ اللاعبين في الالتيمت تيم طبعا فكرة السلسلة و بكل بساطة انك تجيب لعب وتحط جميع بطاقاته في الالتيمت تيم من بداية الالتيمت تيم الى غاية الان لكن قبل ما نبدأ احبالكم كل عام وانت بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ان شاء الله يكون شهر خير علينا وعلى الامة العربية جميعا والاسلامية طبعا فادمان ادعمكم بزر لايك تشترك بالقناة ادعم تشترك واللاعب اللي عنا طبعا هو دياغو كوستا فاللا يا حبيبي خلينا نبدأ على طول ومن لعبة فيفا عشرة يا حبيبي ومتل ما انت شايفين كان عنده بطاقة واحدة بس الريتنج فيها 75 طبعا جنسية برازيلية هو اساسا جنسية برازيلية لكنه اخذ جنسية الاسبانية ويعني في لعبة فيفا يمثل الجنسية الاسبانية لانه شارك معهم في بطولة كأس العالم وتقريبا بطولة اليورو فطبعا لعنا الريتنج 75 عن السرعة 82 على طاقة الشوت 72 ودريبل 73 باقي طاقة تعتبر الصراحة جدا عادية فهذا بالنسبة لعبة فيفا عشرة انتقل الان على فيفا ايداعش ومتل ما انت شايفين ضعفوا للفضي وانتقل لنادي اتليتي كومدريد فعنا الريتنج طبعا 74 سرعة 81 دريبل 81 والشوت 72 يعني طاقة كويسة يعني تعتبر بالنسبة للاعب سيلفر صح انه ما فيها شيء مميز لكن عنده سرعة اوة دريبل يعني مقبول نوعا ما فهذا بالنسبة طبعا للابت فيفا ايداعش ننتقل الان على فيفا اتناش وعنا بطاقة واحدة بس الريتنج فيها 76 طبعا عن السرعة 79 الشوت ودريبل اتنين اربعة وسبعين ايضا يعني ما فيها شيء مميز يعني طاقات عادية جدا هذا بالنسبة للابت فيفا اتناش خلينا الان ننتقل على فيفا تلتاشى عنا بطاقة العادية فيها 78 طبعا مثل ما انتشايفين عن السرعة 73 الشوت 72 ودريبل 75 الهيد 76 بطاقة يعني تعتبر كويسة نوعا ما نزلت له بطاقة انفورم عن الريتنج 8 سرعة 74 الشوت 78 دريبل 80 والهيد 79 صراحة يعني تي سرعة عنده تعتبر ضعيفة نوعا ما بالنسبة للاب استياني المفروض على الال مثلا 80 او فوق مثلا فهذا بالنسبة للابت فيفا 13 خلينا الان ننتقل على لعبة فيفا 14 ومتل ما انتشايفين عن البطاقة العادية فيها 83 طبعا اخذ الجنسية الاسبانية فعشان هيك يعني غيروا الجنسيته من البرازيلية الاسبانية فعنث الريتنج 83 طبعا عن السرعة 82 شوت 78 دريبل 79 والهيد 78 يعني بطاقة صارت تعتبر كويسة نوعا ما نزلت لبطاقة كأس العالم مع المنتخب الاسباني طبعا ما تختلف اي شي يعني البطاقة العادية طبعا نزلت لبطاقة ابجريد فعننا الريتنج 84 سرعة 83 شوت 80 وايضا الهيد 80 وطبعا نزلت لبطاقة سوق الانتقالات لما انتقل من نادي اتليتيكو مدريد الى نادي تشيلسي الانجليزي طبعا ما تختلف اي شي يعني بالطاقات فعننا بطاقة بطاقة انفورم يعني هاد الكلام كله قبل ما ينتقل فعننا الريتنج 85 عنا السرعة 84 شوت 85 لتنين 82 صراحة بطاقة تعتبر جيدة جدا يعني فعننا بطاقة ساكد انفورم 86 راتنج متل ما انتم شايفين ايضا طاقات هتعتبر جدا كويسة فعننا ثيرد انفورم او يعني تالت انفورم معنادي تشيلسي طبعا عن السرعة 86 شوت 89 دريبل 85 وهيد 84 فبطاقة تعتبر صراحة جدا كويسة عنا بطاقة team of the season طبعا هاد الكلام قبل ما ينتقل عن الشوت 92 دريبل وهيد 88 لتنين وعن السرعة 89 الصراحة صراحة جدا كويسة 89 بالنسبة لعب استي فهذا بالنسبة لعبة فيفا 14 خلينا نتقل على فيفا 15 اول موسم يلوم معنادي تشيلسي طبعا عن البطاقة العادية فيها 85 عن الشوت 83 سرعة 82 والفزيكال 88 صراحة فيزيكال اسطوري يعتبر بالنسبة لدياكو كوستا فعننا بطاقة طبعا فيها 86 عن السرعة 83 الشوت 85 والفزيكال 88 ورفعوه شوي بالدريبلين لـ 80 بقيت طاقة يعني تعتبر على حالها معاد الباصات ايضا رفعوها واحد فعننا بطاقة انفورم طبعا 87 عن الفيزيكال 89 شوت 87 سرعة 84 والدريبل 82 الصراحة يعني بطاقة ايضا تعتبر جدا كويسة وعننا بطاقة ساكن انفورم عن الشوت 90 الفيزيكال 90 شي خرافي الصراحة بطاقة الصراحة انا جربت هي البطاقة اول ما نزلت كان سيرح حوالي 350 الف اه على ما اظني يعني بهاي الحدود الصراحة كانت بطاقة خرافية عنده شوت اسطوري يعني تقريبا كان عنده 99 فالمهم عن الشوت 96 الفيزيكال 95 والسرعة 82 بطاقة صراحة جدا خرافية كانت بالنسبة لدياكو كوستا وهذا بالنسبة لعبة فيفا 15 خلينا نتقل على فيفا 16 وعن بطاقته العادية الريتنج فيها 86 متل ما انت شايفين عن الشوت 83 سرعة 82 والفيزيكال 88 تقريبا ما كانت يعني بتختلف اي شي يعني البطاقة العادية اللي كانت في لعبة فيفا 15 فعن البطاقة انفورم واحدة نزلت له الريتنج فيها 87 عن الفيزيكال 90 فيزيكال اسطوري طبعا يعتبر عن الشوت 86 سرعة 83 والدريبل 80 بتاقة تعتبر صراحة جدا خرافية يعني كانت بالنسبة لدياكو كوستا من حيث يعني الفيزيكال وهيك وعنده يعني كانت السرعة يعني مقبولة نوعا ما 83 فهذا بالنسبة لعبة فيفا 16 ننتقل الان على فيفا 17 يا حبيبي وعن البطاقة العادية طبعا ريتنج فيها 85 فعن الشوت 82 فزيكال 88 سرعة 75 صراحة خفضوه كتير يعني بسرعة كانت 82 السنة الماضية الان هاي السنة حاطينه 75 فيعتبر انخفاض كبير الصراحة بسرعة فعن بطاقة طبعا نزلت له الريتنج فيها 86 رفعه يعني شوي بالسرعة لل77 عن الشوت 83 فزيكال 89 نزلت له بطاقة انفورم طبعا 87 ريتنج عنا فيزيكال 90 الشوت 86 افضل طاقات وعنى ساكت انفورم طبعا عنا فيزيكال 91 الشوت 90 سرعة 79 دربل 85 طبعا بطاقة بلاير اوف دا منث او لاعب الشهر طبعا عنا الريتنج 89 عن الشوت 92 سرعة 80 والفيزيكال 92 بطاقة تعتبر جدا كويسة عنا بطاقة ثيرد انفورم او انفورم تالت يعني فعن الشوت 93 بصات 82 فيزيكال 93 دربل 89 وسرعة يعني صارت مقبولة نوعا ما 81 طبعا عنا بطاقة تيم افذي سيزن صراحة بطاقة جدا خرافية فعن السرعة 85 يعني سرعة تعتبر كويسة جدا بالنسبة للاعب استي شوت 98 والفيزيكال 98 يعني عليه انهاء وجسم شي خرافي الصراحة عنا لدربل 95 ايضا دربل يعتبر جدا ممتاز والبصات 980 ايضا يعني تعتبر بصات جدا ممتازة بالنسبة للاعب استي او لاعب مهاجم وهذا كان بالنسبة لتاريخ دياغو كوستا في الالتيم فابش ربك وصلنا هاية للفيديو اتمنى ان الفيديو عجبكم وطبعا في يعني لعبين كتير نزلناهم قبل هيك يعني راح تلاقي بالسلسلة راح تلاقي عفوا بالدسكريبشن رابط لحلقات السلسلة كامل شيك عليه في حوالي يعني اكتر من اربعين لاعب نزلناه من قبل ميسي رونالدو براهيموفيتش سواريز نيمارو غيرهم يعني من اللعبين المشهورين والخرافيين فابس هذا اللي كان عندي اليوم شكرا على خير فيديو جاية في امان الله اشتركوا في القناة